مرحبا بكم على قناتنا الخاصة قناة الحياة لوفي كيف ما تعودوا في كل يوم عنا اخبار و احدات جديدة ومت نوعها بوموضع اليوم باش نحكيه فيه على رملة ضويبي اللي عندها مدة مفقودة معادش نحكيه عليها اليوم رملة ضويبي عندها جديد وتصرح بيه اليوم حبت تحكينا شنوى صار معاها في الجزائر الشقيقة ومش فهمين حاجة علمت هي وعلي الشابي تحديدا في نفس الوقت الصفر الى الجزائر عالي عنده طوى دجوغ مليقال اللي هو سافر للجزائر ما نعرفوش عمل ولا شنوى بالضبط رملة اليوم قالت اللي هي سافرت للجزائر زيدا كيف كيف مش عارفين شنوى السفر هيدا المفيد حابة تتواصل ميساج وتحكي شوية على الشعب الجزائري وكما تعرفوا والدتها جزائرية نتشرفوا باهل الجزائر الشقيقة قالت اللي هما فرحوا بيها برشا وما كانتش تتوقع وتنتظر معنتها استقبال بالطريقة هذيك قالت ملي في المتار والكل رملة رملة ويجيوا يصوروا معايا وبرشا يحبوني ويعانقوا فيا قالت انسينا اللي هي كورونا وانسينا التدابير الكل وقالت محبة الناس هي اللي تحمينا من كل شيء قالت الحمد لله يا ربي انا محظوظة برشا انه عندي لقبول وانه اللي يشوفني يحبني ديريكتو موايذك احسن حاجة وقالت رهي الجزائر زي ده هي بلدي الثاني وقالوا لي يا رملة فك عليك من تنسي اجي اعمل اللقاح هوني في الجزائر قولوا لها احنا اول حاجة انه الشعب الجزائري الشعب التنسي هما واحد مكلعة مش منتوى معتران اخوات بيك انتي ولا بلش بيك انتي عندك معانتها ملفاميش كون يقرب لك الجزائري او عندك معانتها وصول جزائرية ولا ما عمدكش هذا ما عنده ما يغير لان احنا والشعب الجزائري من قبل من سنين من جدنا لول احنا اخوات وربي يقدر الخير ودوم محبتنا حابة تتوصل المساج للشعب الجزائري ونتصور المساجها اوصله وبالتالي احنا زيدا قدموله تحية كبيرة برشا وربي يحمينا اجمعين ما تنسي وش لايك واشتراك وتفعيل الجرس اي باي باي